بش ننطلقوا في الحديث وصيفة هذية وكل صيفة في الحقيقة دائما بعد نتائج البكالوريا الأعين لكل تتوجه للعائلات اللي عندهم أولادهم مع داول باك وإن شاء الله مبروك للي نجحوا الكل وإن شاء الله كل التوفيق للي إن شاء الله ما حالفوش للحظ تبقى دائما هي تجربة امتحان من امتحانات الحياة الكبرى الباك بعد ما تاخدوا الباك كل واحد وين يحدد التواجه متاعوا وين ينجم يقرأ كل واحد زادة فما الغرام فما كل واحد كفش يحسبها لكن مهم جدا ما أنه ديما نشتغل على الثقافة وعلى الفنون أن نقدم كل ما هو يهم الفنون والسينما لأنه الغرام واحده ما يكفيش التكوين الأكاديمي مهم جدا للي يسمع فينا وعنده الرغبة وعنده كذلك النية وأنه ممكن يمشي يقرأ سينما اليوم باش نحكيه بأكثر تفاصيل باش نحطه كل الظروف كل الشروط شنية كذلك الفرص اللي تنجم تكون لطالب بالمدرسة العليا للسماع البصري والسينما بيقمرت وهي جامعة عمومية مهم جدا تلقى فيها المهنيين والأكاديميين أنا سعيدة جدا باستقبال معنا حسين بوكيف مدير الدراسات والتربصات بالمدرسة العليا لسماع البصري والسينما بيقمرت أهلا وسهلا أهلا عصلي معابير والحاجة نحب نشكرك على الاستضافة وانا كنت جيت اليوم جسو موكي ما كنت تحكي نحب نحكي على الكنكور اللي تحل ما عندوش برشة للطلب اللي يحبوا يلتحقوا بالمدرسة العليا للسماع البصري والسينما بيقمرت ولي ماذا بيهم زي دا ياخذوا أكثر معطيات يفهموا كذلك شنو تنجم تقدم له المدرسة ساعة شكر لا شكر على واجب ونحب نقولك مبروك على خاطر تم انتخابك مؤخرا مدير المدرسة العليا للسماع البصري والسينما بيقمرت عايشك مارسي بوكو بها المناسبة نحب نشكر كافة الزملاء الأساذة اللي يعطوني ثقتهم وانشاء الله نكون عند حسن الظن وانشاء الله نعمل كل ما في وسعي بيش نحسن من المدرسة هذية ومن ظروف العمل ومن الكاليتة متاع الانسانيمون اللي في الكل هذية ذكروا انه سنة تحتفل المدرسة بعشرين سنة اي صحيح كان احتفال تخرج وكذلك قدماء المدرسة وبرشة اسماء اللي كونت وقست نذكروا انه ليزاك مرة خدمت وثيقي على فترة مهمة من فترات السينما التونسية بهذه الدين عطايا وقتها وحسن دلدول وحكينا على السينما فكان دائما الحديث انه الرغبة كانت بالنسبة لكل المحترفين سينما انه تكون ثم مدرسة سينمائية في تونس وتحقق بالليزاك تحقق بالليزاك كما كنت تحكي الليزاك تأست سنة 2004 أسسها سي حمدي بعبيد واستعان وقتها بسي البيجي سانسا وبثلة من الأساذة وقتها عاونوه بشي أسس المدرسة هذية اللي هي تعتبر مكسب للبليت الأساذة اللي استعان بهم وقتها معانتها بارسي البيجي سانسا نجم نذكر مادام لمية بالقايد جيجا مادام سارة بن جنات برشا برشا وقتها معانتها كونه كما قلو نحنا إيوني كيب وأسو المدرسة هذية اللي توا كما كنت تحكي عندها عشرين سنة وتحقيل مادام لمية جيجا اللي كانت هي المديرة المدرسة واللي حاليا كذلك المديرة الفنية اللي هي مقرطاج السينمائية من هنا تفهموا علاقة المدرسة بالكل ما هو مهني محترف ما فهميش أكل الفاصل فهم برشا ترابط ما بين أنك تقرأ وفي نفس الوقت تلقى روحك في الترابوسات تلقى روحك في الجي سي سي تلقى روحك بديت بشوي بشوي تفهم القطاع خلينا نبدأ معاك حسيم ساعة بالشروط شروط الالتحاق وقداش عندكم ساعة من مناظرة الاختصاصات هما الاختصاصات والبتوش شهدات لديبلوما عندنا فما عندنا الشهيدة الوطنية عندنا الماجستير المهني عندنا الماجستير البحث وبتبيعة عندنا لكل دكتوراه هذو ما دونك كما قلوا نحن هي شهدات بالنسبة للاختصاصات عندنا ستة اختصاصات اللي هما الانتاج السماعي البصري الاخراج الصورة الصوت التركيب والدكار بالنسبة للطالبات اللي حبوا يلتحقوا بالمدرسة هذية يزم يكون عندهم بالنسبة للديبلوم نشنال ه الوطنية يزم يكون عندهم او ما هم باقب لس دو هم مبان псو اس مكون بالسيستمر λمته الوغری wielu احضر parachعطيعا نعم باقب لس دو باقب لس دروا فيسبوك متاعنا وعلى سيتواب متاعنا ينجموا يتابعوا الرابط هذية ويعمروا ان فرمولار يحطوا فيه المعطيات متاحهم الكل فما دي فشي ابلودي في الرابط هذية ومن بعد يقع معانتها نبعثوهم دي اسميس ولا دي بشي جي نحنا طاوة الممو قلنا اا بارتي دو 3 سبتمبر يبدأ تبدى المناظرة الشفاهية والكتابي هيدا هو الكونكور برنسبالما كيفاش يتعمل دونك بالنسبة للماجستير المهني كيف كيف معانتها يزمهم يبدأ عندهم اموة انباك بلس 3 اما بتاتر الهنين حب ان جو بريسيزي بالنسبة من الجدي ومن معي من الأجيائين من ديزيكول والذيزيوني بشيتي اللي قرأوا من قبل الوديو فيزيولي ونسي ما والاقراف في ديزيو مهنة زيد وميرسو لعندهم آمينما كيما قولون احنا ديزيليونس هنا جميكونو عملي مثلا فتوغرافيا جميكونو عملين اعبلي فيزيولي جميكونو عملين ديزيوني سباس في السبب الى العديد المجال سمعها في الاجتماعات المجالية وضعوا أي نفس الاجتماعات يتعبون افضل الاجتماعات المجالة وفي تقالي لجد المجال سمعها سمعها باستخدامة فوراقية ومجال سمعها وبالنسبة للمسارة الرجارة الطلباء يكونوا مطالبين وقت اللي بشي صبوا الدماغمتهم في الكونكور بشي عملوا اين بروبوزيسيون دان سجي درشارش هذا هو بالنسبة للمناظرة الوطنية السنوية فما تحديد العدد اللي بشيت قبله معناه مسبقا ولا متروك ممكن للمبعد شنو الطلبات او قديش من طالب راغب في انو يلتحق هو كل عام صحيح فما تحديد متاع 36 بلاسة بالنسبة للديبلوم ناسيونال خمسين بلاسة بالنسبة للماجستير المهني مقسمين على الاسبيسياليتي الكل سمحني 60 بلاسة مقسمين على الاسبيسياليتي الكل كما كنت نحكيلك دونك الكتابة والاخراج الانتاج السماعي البصري الصورة الصوت التركيب والديكور دونك 60 بلاسة للماجستير المهني و20 بلاسة للماجستير البحث نحكيه في الممارسة يعني ادخلنا وتقبلنا ان شاء الله وقدمنا المطالب الفرص اللي توفرها المدرسة لزاك المدرسة العليا للسماعي البصري وسينما بيجام مارت للطلبة متاحة نشوفه في معناه دائما في مستوى المهرجانيات اللي البره نلقاوا افلام تاخوا جوائز من طلبة المعهد المدرسة كذلك نلقاوا حضور في الاعمال التلفزيونية ونعرفوا انه الدراما في تونس معناه التقنيين يكونوا من لزاك في مستوى الافلام السينمائية صحيح طلبة متاعنا وقتل يتخرجوا الحقيقة يتخرجوا بمستوى جيد بالقداية نجم نقول اول حاجة خاطر الميزة متاع المدرسة هذية اللي عنا دونك سيدة جميعين نجم نقول من خيرت ما فما وعنا زيدة مدرسين مهنيين معروفين على المستوى المحلي ولا على المستوى العالمي نجم نسمي معانتها مدرسين تعديوا على لزاك كما نوري بوزيد كما محمد دمق كما كما محمد مغراوي في في الصورة كما الهش ميجو لايق في الصوت لذو ما الكلهم نجم نقولوا قامات يقاريوا معانا في اللي زاك والاقارة واقبل معانا في اللي زاك ونعملوا برشة زيدة معانتها ونعملوا برشة زيدة لي وركشوب ولي مستر كلاس وكيف كيف لهنين شرفونا برشة أساذة مهنيين كما نذكر مثلا سالم دالدول لحبيب عطايا مصف طالب إلى خيري إذو ما الكلهم دونك سوصن دي بروفسيونيل عندهم الإضافة وعلى ذاك التكوين في المدرسة هذي يكون تكوين شامل معانا كيما كنت حكي انتي قبيلا فما احتكاك بالمهنيين من اللي 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 تجو مزيل يقرأ واذاكا بتبعط الحال يخلي الطالب وقت اللي يكمل القرات ويعمل مشروع تخرج معانتها أم بي أفو اللي هو يتمثل في فيلم قصير نقول لنا دون بون كاليتي معانتها واذاك اللي يخول الطالب أنهم يشيركوا بأفلاهم المهدومة في عديد من المهرجانات وياخذوا العديد من الجوائز نذكر منهم مثلا فيزيون دو ريال فيد مارسيي فما حتى سنة عنا أكثر من فيلم التوجس سنة أكثر من فيلم في عطار مهرجانكا في عطار مهرجانكا شورت كورنر دونك ولا هيدا أنا دي ما قول كيبدأ اللي بي فمتاع الطالبة دون بون كاليتي ويوصلوا يتوجو في مهرجانين كبيرة كيف ما هكا معانتها الفورمسيون راهي معانتها باهية باهية فما النقطة مهمة جدا وأنه المجال هيدا والاختصاصات السينمائية وعو السمع البصري وكل ما هو مجال هيدا قاعد يتطور وفما تقنيات كل مرة جديدة وفما في عديد من المرات اللي زاك نلقاوا أنه خبراء عالميين دوليين على هم شيء من قرطة السينمائية وإلا عديد التظاهرات وفما شركات تكون موجودة وحاضرة وطلبة يتطلعوا على كل ما هو جديد صحيح لهنا زيدا نحاولوا ديما بش نكونوا كيما قولوا نحنا أجور خاطر لنوفال تكنولوجي معانتها وليوتا وكل يوم فما حاجة جديدة تظهر في الدومان هذي دونك يزمنا نحنا نتبع سورتو الفتاس على كاللشوز إبوليوا كيما قولوا يزمنا نتبع شيء هذي على ذكا معانتها أجل نحاولو ديما نعملو دي مش نفرمشيان بارلال أما ديما نحاولو نستدعاو خبراء بيش على الأقل كين مهمش أساذ معانتها كيما قولوا نحنا برمانان يجوا على الأقل دون الكادر دوركشوب بيش يعطيوا البلوس وبيش بيش جسما يعتيونا فكرة ويحلونا الببان على على الخاطر الطاو مثلا كل يوم فما ميهنة جديدة نجم قولوا فما دونوفو ميتيه كل يوم ليه جسما لحكيت هذي لنوفيل تكنولوجي معتها السينيما وليديو فيزيول قاعد يتطور ويزمنا نحن نتطور معه هذي هاي الفكرة مهم أنه ليسمع فينا يعرف روحه كي بشي يكون حاضر ويترشح للمناظرة القبول في عديد الإختصاصات وشهادات كما ذكرنا أنه فما فرصتنا جمتوا تحيله وكذلك التكوين والفرجة الفرجة والحضور ومشاهدة الأفلام والنقاشات هذه ما ينجم يلقاها كان في وسط أكاديمي جامعي منفتح كذلك على كل ما هو مهنيين وقاعدين نشوفه وحنا حتى في حضور في الاستضافات دائما المدرسة حاضرة من خلال الأستاذ المتاحة اللي هما مخرجين في نفس الوقت يعني يجي يحكي لك على الفيلم المتاحة في نفس الوقت يبدأ معاه طالب وإلا طالبة يعني هو عدد من الطلب نتجم حتى في بعض الوقت اللي تتخرج تلقى روحك تخدم مع الأستاذ المتاحة اللي يقراك إذا هو اللي نحكي فيه اللي هو مهم ياسر معانتها لفات أنه يفهم مدرسين مهنيين يقررين في المكتب هذي ديجا كي ما كنت حكي أنت يقبيل الاحتكاك مع المهنة ومع الدومان أوديو فيزيوال اللي يصير من اللي وانتي مزلت تقرأ إن شاء الله كل التوفيق نحب نذكر بالأجيل حسيم اللي يسمع فينا الأجيل آخر أجل بيش يصبوا لكالكالدداتيور متاحهم سي لـ 24 أعوة هذي دنك أخر أجل بشي كي ما قلت قبيلا بشي تخلوا على الpage فيسبوك متاع المدرسة العالية اللي السماعي الباصر وسي ذكروا أن الشهيدة الوطنية مطلوب باك باك بلس دو أو تروى بالنظام الجديد يعني أي مش فقط تخذي الباك يجي ديريكتما إكزاكتما إذا معاندو أن باك بلس دو منموم سي سنة با معانتها أن باك بلس دو كيف كيف بالنسبة الماجستير المهني وكيف كيف بالنسبة الماجستير البحث فيمتني دونك الاتليميت انتع ديبون تعليقون ديريكور هي كي ما كنت نحكي 24 أعوة والكونكور معتها المناظر الوطنية السنوية تبدأ أبارتير من 3 سبتمبر نذكروا أنه أكثر تفاصيل فما ديليم فما برشا ممكن الشروط نجمو تزيد وتطلعوا علي احنا قلناها لحقيقة الكل أما تنجمو تدخلوا لصفحة الخاصة على الفيسبوك للمدرسة العليا لسمع البصري والسينما بيجمرت شكرا لك حسين بوكيف شكرا عبير مرة أخرى على الاستضافة شكرا لك مدير الدراسات والطرابوسات والمدير الجديد للمدرسة العليا لسمع البصري شكرا لكل الأسيد تحية لهم الكل وشكرا دائما على التعاون خاطر الحقيقة ديما فما علاقات وفما تربصات تجمع طلبة الليزاك بالليد على التونسية شكرا لك وبالتوفيق عايشك عايشك شكرا